اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم منذ ما قبل منتصف الليل وبدأت بتجريف الطرقات ونشر القناصة ومنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم ومنع التجول وسط سماع اصوات اطلاق نار وانفجارات قال مراسل العربي ان عشرات الاليات العسكرية داهمت برفقة جرفات مخيم نور شمس وجرفة الطرقات المدمرة بفعل الاقتحامات السابقة ادى ذلك ايضا الى تشويش على شبكة الاتصال والانترنت وانقطاع التيار الكهربائي عن حي كامل في المخيم